أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقي عن نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعلى كلها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يعوا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآيته هو ما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نابا ربك منسى أن ائت القوم الظالمين قوم في العوم ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صمري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فيما وريبا ونبثت فيما من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنوا علي أن عبت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهم ما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأوغنين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقنون قال لئل اتخذت إلها خيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء الناظرين قال للملأ حوله إنها ما لساحر العليم يريد أن يخرجكم من أرضكم لسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وضعف في المدناء لحاشرين يأتوك بكل سحر العليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جناء السحرة قالوا لفرعون أئن منا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعسيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأثكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا لرب العالمين رب موسى وهارون قال آمنا لهم قبل أن آذن لكم إنه لك ديركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافهم ولأصلبنكم أجبعين قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايان ما أنكم لنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبالي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدباء لحاشرين إنها أولماء لشرببة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع الحاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوزهم ومقام كريم كذلك وأغرفنا لها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاكا محرفا فلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أخرقنا الآخرين إن في ذلك لآيته ومن كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واطلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصنعما فنظل لا عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آماء كذلك يفعلون قال أفرأيتم من كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يقعني ويسدين وإذا مرضت فهو يشهين والذي يميتني ثم يحين والذي أطعم أن يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكمه وألحقني للصالحين واجعلني رسال صدق في الآخرين واجعلني لهم ورفة جنة معين اغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مالهم ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سرين وأسلفت الجنة للمتقين وأرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين من كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغارون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصرون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضل لنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولم صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أن أؤمن لك واتبعك الأرذنون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالب المؤمنين إن أنا إلا نذير أمبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكون من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحه ورجني ومن معي من المؤمنين فأروجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أخرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية هو من كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تبتقون إني لكم رسول أمين فابتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنؤون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بقشتم بقشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعامه ومنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأوبنين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخذهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأغيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمنين أتتركون فيما ها هنا آمنين في جدلات وعيون وزروع ونخل طلعها هطيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المصرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المصحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسرء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نابنين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخذهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجلي إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعبلكم من القانين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأنقرنا عليهم مطرا فساء مطر منذين إن في ذلك لآيته ومن كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا القيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا من قصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء ولا تعفوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خنقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسق علينا الكسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآيته وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسال عربي مبين وإنه لفي زبر الأوغنين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم من كانوا به مؤمنين كذلك سنكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العظام الأمين فيأتيهم بغطة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سهين ثم جاءهم من كانوا يوعنون ما أغنى عنهم من كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا ولا منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزونون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنفر عشرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصواك فقل إني مليء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعه الغارون ألم تر أنهم في كل عادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلم ينقلبون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا